تشاهدين في كل مكان صباح الخير على حضراتكم صباح البركة والسعادة ويوم جديد ونهار جديد وحلقة يوم السلساء 1 مارس بنبدأ مع حضراتكم النهاردة شهر جديد إن شاء الله كده يكون شهر مليء بكل الخير على حضراتكم بإذن الله لما هنتكلم عن التنمية يعني هنتكلم عن التطور عن الارتقاء بالمستوى المعيشي للشعب المصري والكل فرد بيحيي على هذه الأرض تابعنا جميعا بالأمس الفعاليات الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذه الفعاليات التي تضمنت العديد من الأراء والمقترحات حول كيفية القضاء على مشكلة الزيادة السكانية مشكلة الزيادة السكانية بتعتبر من التحديات الصعبة جدا اللي مصر بتواجهها داخليا يمكن الناس اللي بتعيش في المدن بتستشعر قد إيه زيادة السكانية بتسبب لنا مشكلة حتى في السير على الطرق في الصباح الباكر بتلاقي إن الزحام الشديد والأعداد الكبيرة من الناس بتسبب حالة من العرقلة كده في الطرق وبشكل عام خلينا نقول إن الزيادة السكانية بتعمل حالة من التوقف عن التنمية والتطور والارتقاء في المستوى المعيش الحقيقة إنه خلينا كده نقول إنه مبارح كان فيه عرض لي فيلم تسجيل عن أراء المواطنين حول الزيادة السكانية وحول الزيادة في معدلات الإنجاب في بعض الأراء اللي شايفة إنه زيادة الإنجاب أو إن يكون الأسرة عندها أكتر من طفلين تلاتة أو أربع أو خمس أطفال ده نوع من العزوة نوع من السند نوع من الضهر يعني لما الأب والأم بيكبروا في السن بيبوا حابين إن أولادهم يكونوا حواليهم لأن هم اللي بيسندوهم هم اللي بيدعموهم فيه رأي آخر بيتماشى أكتر مع توجه الدولة رأي بيقول إنه طفلين ده كافي جدا عشان نعرف نربيهم عشان نعرف نصرف عليهم عشان نعرف نأكلهم نشربهم نعلمهم نوفر لهم يعني كمان رعاية صحية إحنا عندنا مشكلات دلوقتي إنه إحنا في السبع سنوات الماضية إحنا زدنا حوالي 14 مليون نسمة ده رقم كبير جدا وده يمكن تصريح من الرئيس عبد فتاح السيسي إنه طبعا الرقم ده رقم كبير وبيينم على إنه المعدلات في زيادة كبيرة جدا وإنه الإمكانيات المتاحة حاليا مش هتغطي يعني هذا الكم من السكان اللي بقى موجود في مصر وبالتالي إحنا محتاجين يكون فيه مضعفة لعدد المستشفيات محتاجين يكون فيه مضعفة لعدد المدارس وبالتالي محتاجين يكون فيه وقفة عند هذا الحد إنه زيادة السكانية بتشكل خطر كبير على أمن واستقرار الحياة في داخل الأراضي المصرية من ناحية أو فكرة التقدم وتطور وتوفير سبل معيشية يعني جيدة للمواطنين اللي بيحيوا على هذه الأرض دكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء صرح إنه هذا المشروع المشروع الخاص بتنمية الأسرة المصرية من ضمن أهم المشروعات اللي تم وضعها في الخطة الخاصة بتنمية يعني وتطوير المجتمع المصري والدولة المصرية بمطلع عام 2030 لأن هذا المشروع الهدف منه مش بس القضاء على زيادة السكانية أو الحد من زيادة السكانية ولكن الهدف الأسنى منه هو الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد إحنا عايزين كل مواطن بيعيش على أرض مصر ينعم بحياة كريمة يتوفر له فرصة كويسة للتعليم يتوفر له فرصة كويسة إنه يلقى رعاية صحية في مكان يليق بيك مواطن مصري يتوفر له كمان فرصة عمل فيما بعد النهاردة يعني ممكن ده انترو حلقتنا إحنا حابين إن إحنا نتكلم إنه لاجب إن إحنا يكون عندنا تكاتف للجهود مش بس الوزارات والجهات المعنية اللي أكيد لها دور فعال جدا في مواجهة هذه القضية الهمة ولكن إحنا كمان كأفراد علينا دور مهم جدا إن إحنا نتكاتف مع الحكومة والدولة المصرية عشان ننعم بحياة أفضل ودايما في استقرار وأمن وأمان على أراضي المصرية نطلع معكم مشاهدين ونسمع أغنيتنا ونرجع لكم مرة